الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الدرس الثاني والثلاثون من دروس شرح كتابة الوافي بشرح الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية وصلنا في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلمنا عن غزوة بدر الكبرى وما زلنا في أحداث السنة الثانية من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف شيخنا حفظه الله تعالى وفي هذه السنة بعد غزوة بدر بشهر هاجرت زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عنها بشيء من التفصيل في كتابنا صحابيات في مدرسة النبوة فليرجع إليه ففيه المزيد إن شاء الله تعالى وإن كنا الآن أيضا سنتكلم عن زينب بشيء من التفصيل المبحث الأول التعريف بها رضي الله عنها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أكبر أخواتها من المهاجرات السيدات واختلف هل القاسم أي ابن النبي صلى الله عليه وسلم أخوها هل القاسم قبلها أو بعدها على قولين فالله أعلم تزوجها في حياة أمها خديجة رضي الله عنها ابن خالتها هالة بنت خويلد وأسلمت هالة رضي الله عنها وتكلمنا عنها أيضا في كتابنا صحابيات في مدرسة النبوة تزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع فولدت له أمامة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثم تزوجها بعد وفاة فاطمة علي رضي الله عنه وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا أيضا عن أمامة بنت أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها في كتابنا صحابيات في مدرسة النبوة فلله الحمد والمنه المهم أن زينب رضي الله عنها تزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع فولدت له علي بن أبي العاص علي هذا أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في يوم فتح مكة كما قيل ويقال أنه مات صغيرا قبل أن يبلغ والله أعلم أسلمت زينب رضي الله عنها مبكرا فهي من السابقين الأولين وهاجرت بعد غزوة بدر كما سيأتي معنا قبل إسلام زوجها بست سنين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي خير بناتي أصيبت فيها وسبب ذلك أنها أصيبت في هجرتها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى وتأويل العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي خير بناتي أصيبت فيها مع أن فاطمة رضي الله عنها هي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في ذكر فضائلها وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أي عن فاطمة أنها من سيدات نساء العالمين إذن ما تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن زينب هي خير بناتي قال العلماء يحتمل أنه قبل أن يعلم أو قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة هي خير بناته وقيل بل معنى ذلك أن النبي يقول هي من خير بناتي والله أعلم ولا شك أنهن كلهن فضليات مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى والله أعلم المبحث الثاني قصة هجرتها رضي الله عنها لم تهاجر زينب رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم كما هاجرت باقي أخواتها لماذا؟ لأن زوجها أبا العاص ابن الربيع كان ما زال مشركا فحبست معه في مكة وكان الله سبحانه وتعالى لم ينزل بعد تحريم زواج المسلمات من المشركين وإنما نزل التحريم بعد صلح الحديبية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى المهم أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه أسلم بعد ذلك كان في هذا الوقت من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وكان لهالة بنت خويلت كما كنا وكانت خديجة خالته فسألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه زينب وكان صلى الله عليه وسلم لا يخالف خديجة لكمال عقلها كما تعلمون كامل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع منهن خديجة رضي الله عنها وكانت أمنا خديجة رضي الله عنها تعد أبو العاص هذا كأنه من أولادها فلما أكرم الله عز وجل النبي بالنبوة وآمنت خديجة وبناته رضي الله عنهن وصدقنه وشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وثبت أبو العاص على شركه وحينها مشى المشركون إلى أبو العاص بن الربيع فطلبوا منه أن يفارق زوجته زينب وقالوا له أنت ما زلت على الشرك على دين قومك نحن نزوجك أي مرأة شئت فقال لاها الله إذن أي لا والله لا أتزوج غيرها ولأفارق صاحبتي أي زوجتي وما أحب أن لي بمرأة مرأة من كريش فلما كان يوم بدر وقع في الأسر أبو العاص بن الربيع عن عائشة قالت لما بعثت أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب رضي الله عنها في فداء أبو العاص بمال انظروا إلى الوفية بنت الوفي زينب رضي الله عنها زوجها ما زال على الشرك يحارب أباها فهي وفية تفي لزوجها وتريد أن تفديه حتى لو كان بمالها رضي الله عنها وبعثت في فدائه بقلادة كانت عند خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها على أبو العاص والقلادة هي ما يعلق في العنق قالت أمنا عائشة التي تروي لنا هذه القصة فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة جديدة رق لهذه القلادة التي ذكرته بخديجة رضي الله عنها ورق لحال ابنته التي على الإسلام وزوجها مشرك وفي نفس الوقت تبعث بما عندها من مال لفدائه فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من المهاجرين والأنصار إن رأيتم أن تطلق لها أسيرها وترد عليها الذي لها فقال الصحابة جميعا نعم نفعل ما أردت وما أحببت يا رسول الله وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على أبي العاص بن الربيع أنه إذا ذهب رده إلى مكة أن يأذن لزوجته بالهجرة وكان رجلا وفيا فوفى للنبي صلى الله عليه وسلم بما أخذه عليه من عهد وميثاق وكما كنا سيأتي معنا إسلامه رضي الله عنه وبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا آخر من الأنصار فقال لهما كونا ببطن يأجج أي مكان حتى تمر بكم زينب فتصحباها حتى تأتي بها أي أن زوجها سيأذن لها أن تذهب إلى هذا المكان فإذا يأتي بها زيد بن حارثة وهذا الأنصاري المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أرسل زيد بن حارثة وقال له ألا تنطلق فتجيء بزينب فقال بلى يا رسول الله قال فخذ خاتمي هذا وأعطى له خاتمه لماذا أعطى له الخاتم حتى يكون بمثابة أمان لزينب لما ترى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد فتعطي له الأمان انطلق زيد فلم يزل يتلطف فلقي راعيا فقال لمن ترعى فقال الراعي لأبي العاص فقال له لمن هذه الغنم قال لزينب بنت محمد فصار مع الراعي شيئا ثم قال له هل لك أن أعطيك شيئا تعطيها إياه ولا تذكره لأحد قال الراعي نعم هو يرعى لغنمها وهو أمين على سرها فأعطاه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق الراعي وأدخل غنمه وأعطاه الخاتم فعرفته فقالت من أعطاك هذا قال رجل قالت أين أدركته قال بمكان كذا وكذا ولما خرجت زينب وخرج معها كنانة ابن الربيع أخو أبي العاص بن الربيع وأخذ قوسه وكنانته أي التي فيها السهام ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودجها وتحدثت بذلك رجال كريش قالوا كيف تخرج وقد أصاب أبوها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه منما أصاب يوم بدر كيف تخرج هكذا نهارا بين أظهرنا فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بمكان يسمى ذي طوى وكان أول من سبق وصل إليها رجل يسمى هبار بن الأسود وهذا الرجل أسلم وحسن إسلامه بعد ذلك كما سيتمعنا أدرك هبار ومعه رجل آخر يسمى نافع بن عبد القيس الفهري أما نافع هذا فلم يعلم بإسلامه والله أعلم المهم هبار هذا درب البعير برمحه وهكذا وروعها حتى سقطت من على البعير وكانت حاملا كما قيل فسقطت من فوق البعير فأنزلت جنينها وأصابها دم وأهريق دمها رضي الله عنها فلما حدث هذا غضب حمها وهو كنانة كما قلنا أخو أبي العاص بن الربيع فنزل ونصر كنانته التي فيها السهام وقال والله لا يدن مني رجل إلا وضعت فيه سهما فخاف الناس ورجعوا وأتى أبو سفيان في جلة أي في عظماء كريش فقال له أبو سفيان أيها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك فأنزل نبله وسهمه فقال أبو سفيان إنك لم تصب حين خرجت ممرأة على رؤوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما قد دخل علينا من محمد فيظل الناس أن العرب إذا خرجت إليه ابنته علانية من ظهرانين أن ذلك من ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت وإن ذلك من ضعف ووهن وأنه لعمر ما لنا في حبسها عن أبيها حاجة أي نحن لا نريد أن نحبس البنت عن أبيها هذا لا شأن لنا به هذا ليس من أخلاق العرب وقال له أرجع المرأة حتى إذا هدأ الصوت وتحدث الناس أن قد رددناها فسلها سرا وألحقها بأبيها قالوا ففعل كنانة هذا وقالوا أن هند من تعثبة التي كانت امرأة أبي سفيان أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها وهي أم معاوية أمير المؤمنين بعد ذلك وتكلمنا أيضا عن فضلها في كتابنا صحابيات في مدرسة نبوة هند هذه قالوا أنها كانت تقول لزينب هذا بسوء أبيك ومع ذلك قالت لها إن كان لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو تريدين مالا فإن عندي حاجتك وقالت لها فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال أنت لا ذنب لك فيما فعله أبوك أي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مشركة حينئذ وأقامت حتى قابلت زيدة بن حارثة رضي الله عنه لما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة هي خير بناتي أصيبت فيها أي ما أصابها من هذا الذي صرع البعيرة فسقطت ونزل منها الدم وأسقطت جنينها وهنا فإذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أحل دم هبار بن الأسود الأسدي ونافع بن عبد القيس الفهري قال أبو هريرة بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحركوهما بالنار ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أرادوا الخروج قال إني أمرتكم أن تخرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن لقيتموهما فاقتلوهما أي إثنين فخرجت السرية ولم تصب هبار هذا ولا نافع وأسلم هبار رضي الله عنه وأصابه الإسلام وهاجر بعد ذلك والله أعلم وقالوا أنه عاش بعد ذلك إلى خلافة معاوية وأما نافع أيضا فكان قد فات هذه السرية ولكنه لم يسلم على الصحيح والله أعلم المبحث الثالث معنا زوجها أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة من بني عبد شمس بن منافر القرشي صهر النبي صلى الله عليه وسلم وكما كنا هو والد أمامة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو ابن هالة بنت خويلد وهي أخت خديجة رضي الله عنهما وكان وعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أنه إذا رجع إلى مكة أن يأذن لزوجته بالهجرة فهاجرت رضي الله عنها وعن زوجها كان من تجار كريش وأم أنائهم وأسلم بعد ذلك وسيأتي معنا قصة إسلامه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مهاجرا في المحرم سنة سبع من الهجرة وتوفي في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على الصحيح في ثنة إثنتي عشرة من بعد الهجرة والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه خيرا فكما قال المسور بن مخرمة قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم قال فسمعته حين تشهد فقال أما بعد أنكحت أبو العاص ابن الربيع قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي رضي الله عنه إذن أبو العاص هذا زكاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا باختصار قصة هجرة زينب رضي الله عنها والكلام عنها وعن زوجها وكلنا المزيد بحول الله وقوته في كتاب صحابيات في مدرسة النبوة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف حفظه الله وفي هذه السنة أي في السنة الثانية من بعد الهجرة أيضا تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم المبحث الأول معنا التعريف بها وذكر فضائلها عليها الصلاة والسلام أولا التعريف بها رضي الله عنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين في زمانها وأم الحسنين كنيتها أم أبيها وأم أبيها بمعنى أنها مخ النبي صلى الله عليه وسلم حبه وقلبه كان يحبها حبا شديدا رضي الله عنها ما أولدها قبل المبعث بقليل تزوج علي رضي الله عنه في ذي القاعدة أو قبيله أو بعده من سنة اثنتين من بعد وقعت بدرة وخلفت من الأولاد الحسن والحسين ومحسنا وزينب وأم كلثوم كلهم أولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تلد فاطمة بعد وفاته أحدا وتوفي محسن هذا وهو صغير كما أخير أما زينب تزوجها عبد الله بن جعفر أي زينب بنت علي فتوفيت عنده وولدت له عون بن جعفر وعلي بن جعفر وعباس بن جعفر ومحمد بن جعفر وأم كلثوم بنت جعفر أما أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها وعن أبيها تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولدت له زيد بن عمر وقيل ولدت له رقية فالله أعلم ثم بعد استشهاد عمر تزوجها عون بن جعفر ثم تزوجها أخوه محمد بن جعفر ثم مات محمد هذا فتزوج بها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده انظروا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون في الزواج بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأي شرف هذا يعني بعد استشهاد عمر تزوجها عون بن جعفر فمات فتزوجها أخوه محمد فمات ثم تزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أجمعين قال الذهبي فلم يولدها أحد من الإخوة الثلاثة وقال الزهري بل ولدت جارية لمحمد بن جعفر اسمها بثنة فالله أعلم المهم هؤلاء هم أولاد فاطمة رضي الله عنها توفيت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وهي آخر أبنائه موتا رضي الله عنها وعنهم أجمعين هنا فائدة لماذا يطلق على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لقب الزهراء وهل من دليل عليه الحقيقة أن كثيرا من أهل العلم أطلق لقب الزهراء على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها منهم ابن حبان البستي والخطيب البغدادي وابن عبد البر وابن الأثير والحافظ بن حجر وغيرهم ومعناه عند هؤلاء من أئمة أهل السنة المشرقة البيضاء المستنيرة فالرجل إذا كان جميلا أبيض يقال عنه رجل أزهر لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون فالمرأة يقال عنها زهراء إذن الزهراء أو الأزهر هذا اللون الجميل الأبيض في الرجال والنساء وقال الحافظ ابن حجر قوله أزهر اللون أي أبيض مشرب بحمرة والله أعلم إذن عند أهل السنة هذا مجرد وصف لفاطمة رضي الله عنها أي أراد أنها كانت تشبه أباها فهو أزهر وهي زهراء وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قال ولم أقف على تاريخ هذا اللقب لدى أهل السنة أي متى كان أول من لقبها ومن هو الله أعلم لكن لم يحدث ولم يشتهر هذا في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما ما يذكره الشيعة في سبب ذلك أن وجهها كان يزهر لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه من أول النهار كالشمس الضاحية وعند الزوال كالقمر المنير وعند غروب الشمس كالكوكب الدري وكل هذا إنما هو من أباطيل الشيعة لا أصل له فهذا مجرد وصف ومتح لها رضي الله عنها لكن لا نعلم دليلا شرعيا على هذا اللقب كما لا نعلم أحدا من أصحاب القرون المفضلة أطلق هذا اللقب عليها رضي الله عنها والله أعلم ثالثا من فضائل فاطمة رضي الله عنها عن ابن عباس قال خط النبي صلى الله عليه وسلم أربعة خطوط هكذا واحد اثنان ثلاث أربعة قال النبي تدرون ما هذا فقال الله ورسوله أعلم فقال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون قال ومريم ابنة عمران وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة يوما ألا ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين أو قال سيدة نساء هذه الأمة قالت فاطمة فضحقت لذلك رضي الله عنها أي فرحت قال سعد رضي الله عنه أي سعد بن أبي وقاس خال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعى أبناءنا وأبناءكم قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم عاليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي كذلك قالت أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن أي جاء الحسن رضي الله عنه فجلل عليه النبي صلى الله عليه وسلم برداء كعباءة أو ما شبه ذلك ثم دخل فيه الحسين وعلي وفاطمة ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيت وخاصتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت أمنا أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله قال إنك إلى خير وفي رواية أمنا عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرت مرحل أي ثياب كأنه عباءة قالت من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أحب الناس إلي قال ما حاش فاطمة ولا غيرها أي أن فاطمة كانت أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم كذلك قال علي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا نائم على المنام أي مكان في بيته نام فيه فاستسقى الحسن أو الحسين قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شات بكي فحلبها فضرت لم يكن فيها لبن فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم فضرت لبنا كثيرا ببركته صلى الله عليه وسلم فجاءه الحسن يريد أن يشرف فنحاه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة يا رسول الله كأنه أحبه ما إليك قال لا ولكن استسقى قبله أي أنا أصق من أراد أن يشرب وطلب اللبن أولا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة إني وإياك وهذين أي الحسن والحسين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما في إناء ثم أفرغه على علي رضي الله عنه بعدما توضأ في هذا الإناء أخذ هذا الماء وأفرغه على رأس علي وجسده ثم قال اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهم في نسلهما رضي الله عنهما أي علي وفاطمة كذلك قال ابن عباس أن الملأ من كريش اجتمعوا في الحجر فتعهدوا بالله والعز ومنات الثالثة الأخرى أن لو قد رأينا محمدا كمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارق حتى نقتله قال فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على أبيها فقال هؤلاء الملأ من قومك في الحجر أي في حجر الكعبة قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك أي فدية قال يا بني أدني وضوعا أي الماء الذي يتوضأ منه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل عليهم المسجد فلما رأوه قالوا هو هو فماذا فعلوا فخفضوا أبصارهم وعخروا في مجالسهم لم يستطع أحد منهم أن يقوم أو أن ينظر إليه ولم يقم منهم رجل فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من الطراب فحصبهم بها ثم قال شاهد الوجوه قالوا فما أصابت رجلا منهم حصات إلا قتل يوم بدر كافرا فهكذا فاطمة رضي الله عنها في صغرها وفي طفولتها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحملت هذا الأذى الذي كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المشركين وقد ذكرنا بعد هذا الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة قبل الهجرة إلى مكة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله تقول أمنا عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي صرقت فقال ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه كثيرا وخاص بعد استشهاد أبيه فكلمه أسامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله أي أسامة ثم قام فاختطب أي خطب في الناس ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صرقت لقطعت يدها قال العلماء في هذا الحديث دليل على مكانت فاطمة رضي الله عنها فإن النبي يقول لو أن أحب الناس إلي وهي فاطمة صرقت لأقمت عليها الحد لأن هذا هو شرع الله عز وجل تقول أمنا عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة أي كانت تشبه في سمته وفي شكله وفي هديه وفي طريقته وخشوعه صلى الله عليه وسلم تقول أمنا عائشة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مكانه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها هنا حديث مهم وفائدة مهم علينا أن نفهم هذه الفائدة جيدا عن المصور ابن مخرم قال إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال المصور فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم أي بلغت قال فقال النبي إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سهرا له من بني عبد شمس وهو أبو العاص بن الربيع فأثنى عليه في مصاهرته إياه ثم قال حدثني فصدقني ووعدني فوفلي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل خراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا العلماء هنا أول هذا الحديث لأن هناك شبهة لماذا أحلى الله التعدد وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشر نسوة تزوج إحدى عشر مرأة واجتمع عنده تسع نسوة وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أحله لها مثنى وثلاثة ورباع فلماذا لا يتزوج علي على فاطمة هل هناك شيء في هذا الباب والنبي خاصة قال وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما أي أن الله قد أحلى التعدد فإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما فكيف التأويل لهذه الواقعة وأنا نخلت لكم كلام الأئمة الناوية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وكلام الحافظ بن حجر رحمه الله في هذه المسألة وأن العلماء قالوا أنه لا يصح أن تؤذى فاطمة فيتأذى لأذاها النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه يحرم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بل هذه خصوصية لفاطمة رضي الله عنها أنه لا يتزوج عليها علي وقيل بل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتزوج أحد على بناته وقيل بل هي من خصائص بناته رضي الله عنهن لا يتزوج عليهن أحد وقيل أن المراد أن الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن علي سيرعي خاطره وأنه لن تجتمع بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع بنت أبي جهل مع أنها كانت قد أسلمت وقيل بل أنه لا يجوز أن تكون زوجة علي رضي الله عنه وهي بنت أبي جهل بنت عدو الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة واحدة لأن فاطمة في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وعلي كما قال النبي أنا وأنت وهذان أي الحسن حسين وعلي في مكان واحد يوم القيامة فإذا كيف تجتمع بنت عدو الله أبي جهل مع فاطمة مع النبي في الفردروس الأعلى كل هذا الكلام قيل والذي يترجح عندي والله أعلم في هذه المسألة أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج أحد على بناته لأن هناك غيرة بشرية تقع من النساء حتى وقعت من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهذه الغيرة جعلها الله في طبيعة نساء فإن الله جعل خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذى أي بنت من بناته ذكراما له صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن ماتت فاطمة تزوج علي أثنى وثلاثة ورباعة وكثير وطلق وتزوج وتسرى وكل هذا فعله علي رضي الله عنه لذلك قال النبي أي أنا لم أحرم على علي أن يتزوج أو لم أحرم عليه التعدد ولكن هذه خصيصة لبنات النبي صلى الله عليه وسلم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم المبحث الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد تكلمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشيء من التفصيل في كتابنا القول المبين في فضل العاشرة المبشرين وتاريخ القلفاء الراشدين تكلمنا عن فضله وعن إسلامه وعن خلافته وعن استشهاده رضي الله عنه وتكلمنا عن شبهات كثيرة في أثناء خلافته فليرجع إلى هذه الدروس فهي مهمة جدا وخاصة في أحداث موقعة الجمل في أحداث موقعة صفين في أحداث موقعة الناهروان وغير ذلك من هذه الأمور التي استغل لها بعض الضلال من الروافل ومن النواصب ومن غيرهم في التقليل من شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في ذمهم أو حتى في تكفيرهم نعوذ بالله من الضلال أولا التعريف بعلي رضي الله عنه هو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطالب أي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه كنيته أبو الحسن شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبوك كما سيأتي معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلفه على أهل المدينة والنساء والصبيان علي رضي الله عنه اضطر يوما أن يدافع عن نفسه في الفتن التي كانت في خلافته فقال لغلامه اكتب أي للناس محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة بن أمي وبنت محمد سكني وعرسي مصوت لحمها بدمي ولحمي وصبط أحمدا ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي والله لا أحد له سهم كسهم علي رضي الله عنه سبقتكم إلى الإسلام طر صغيرا ما بلغت أوان حلمي رضي الله عنه والثاني معنى ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم أجمعين الأولى بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين لم يتزوج علي رضي الله عنه على فاطمة حتى توفيت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بستة أشهر فلما ماتت تزوج بعدها بزوجات كثيرة منهن من توفيت في حياته ومنهن من طلقها ومنهن من توفي عنها وتوفي عن أربع كما سيأتي إن شاء الله تعالى تاريخ وقصة زواج علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها علي رضي الله عنه تزوج بها كما كنا بعد غزوة بدر في السنة الثانية من بعد الهجرة عن بريدة قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إثنان فاطمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة فخطبها علي بعد ذلك فزوجها النبي لعلي رضي الله عنهم أجمعين عن علي يحكي كصة ذلك يقول أنه أصاب شارفا أي ناقة كبيرة مسنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم يوم بدر قال وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى أي كهدية من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار ونريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه أي يأتي بالإذخار هذا النبات فيضع هذا الإذخار على هاتين الناقتين ويبيع منه في الأسواق قال ومعي صائغ من بني قينقاع أي رجل يريد أن يشتري هذا الإذخار قال فأستعين به أي بهذا المال على وليمة فاطمة قال وحمزة رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت معه قينة أي امرأة تغني لحمزة وكان يشرب الخمر قبل أن تحرم الخميمة الخمر بعد غزوة أحد بعد استشهاد حمزة لذلك يقول علي رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة أي امرأة تغني له تقول ألا يا حمز للشرف النواء أي للشرف السمينة وقالت شعرا في هذا الشعر كما قال الحافظ بن حجر هو لعبد الله ابن الساب بن أبي الساب بن أخزومي فتقول له وهن معقلات بالفناء أي هذه الجمال ضع السكين في اللبات منها ودرجهن حمزة بالدماء أي أثارت حفيظة حمزة رضي الله عنه وهو كان شرب الخمر فأثار إليهما حمزة رضي الله عنه فجب أثمتهم لكلاء الناقتين وبكر خواصرهما ثم أخذ من أكباد هاتين الناقتين قال علي فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج معه زيد قال فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيط عليه فرفع حمزة بصره وكان قد شرب الخمر وسكر وقال للنبي هل أنتم إلا عبيد لآبائي فعلم النبي أن حمزة قد سكر وقلنا أن الخمر لم يكن قد حر فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قبل تحريم الخمر يقول علي أيضا خطبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكل يريد أن يخطبها كنا أن خطبها أبو بكر وخطبها عمر وأكيد خطبها الكثير من الصحابة الكل يتسابق إلى هذا الشرف العظيم قال فقالت لي مولاة لي أي تقول العلي هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لا قالت فقد خطبت فما يمنعك أن تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيزوجك فقلت وعندي شيء أتزوج به فقالت الجارية له إنك إن جئت النبي صلى الله عليه وسلم زوجك أنت ابن عمه قال علي فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان للنبي صلى الله عليه وسلم جلالة وهيبة فلما قعدت بين يديه أفحمت فوالله ما استطعت أن أتكلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان حكيما خبيرا عليما علمه ربه سبحانه وتعالى فهم أن عليا يريد شيئا ويستحي منه فقال ما جاء بك ألك حاجة قال فسكت فقال ما جاء بك ألك حاجة فسكت فقال لعلك جئت تخطب فاطمة الله النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله فهم ابن عمه وفهم ما جاء به لماذا يستحي إذن يريد أن يتزوج فاطمة قال لعلك جئت تخطب فاطمة فقلت نعم فقال هل عندك من شيء تستحلها به فقلت لا لأن كل الناقتين كما مر معنا قتلهم حمزة قال فقلت لا والله يا رسول الله قال فما فعلت درع سلحتكها أي أعطيتك هذه الدرع قال علي فوالذي نفس علي بيد إنها لحطامية ما ثمنها أربعة ضراهم أي ما تساوي أربعة ضراهم فقلت عندي يا رسول الله فقال قد زوجتكها أي بهذه الدرع فابعث إليها بها فاستحلها بها قال علي فإن كانت لصداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أحلمك وما أكرمك صلى الله عليه وسلم في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا وأهلا قال فرجعت إلى الأنصار فقال لي ما ورائك قال قلت ما أدري غير أنه قال لي مرحبا وأهلا قالوا يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما فقد أعطاك الأهل وأعطاك الرحبة قال فلما كان بعد ذلك بعدما زوجه قال له يا علي إنه لابد للعرس من وليمة فقال أكرم الأنصار وسيدهم سيد الخزرج سعد بن عبادة قال عندي كبش قال وجمع له رهضنا الأنصار آصع من ذرأي عددا منها قال فلما كان ليلة البناء قال النبي لعلي يا علي لا تحدث شيئا حتى طلقاني فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليهما فدع النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم أفرغه على علي فقال اللهم بارك فيهما وبارك عليهما قال وبارك لهم في نسلهما الله أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولزوجته ولأبنائه رضي الله عنهم أجمعين ثالثا فوائد مهمة من هذا الزواج المبارك صداق بنت النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يقول ابن عباس كما مر معنا في الرواية أن علي قال تزوجت فاطمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله ابن بي قال أعطها شيئا قال قلت ما عندي من شيء قال فأين درعك الحطمية قال علي عندي قال فأعطها إياها قال علي إنها لحطمية ما ثمنها أربعة الدراهم هذا هو صداق بنت النبي صلى الله عليه وسلم جهاز بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال علي جهز النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة ادم حشوها ليف. اي هذا هو جهاز بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كل ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته. ما هو? قطيفة وقربة للماء. ووسادة ادم اي من جلد حشوها ليف. اي حشو هذه الوسادة من الليف بابي انت وامي يا رسول الله. قال ورحيين اي من الرحاء التي تطحن بها الحبوب. قال وجرتين. والجرة هي الاناء المعروف من الفخار. اذا هذا ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لابنته. هذه القطيفة جاء في رواية قال ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في قطيفتهما. اي هذه القطيفة التي اعطاها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي. اذا غطت رؤوسهما تكشفت اقدامهما. واذا غطي اقدامهما تكشفت رؤوسهما. هذا كل ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم يا مسلمون لبناته هذا مهر فاطمة وهذا صدق فاطمة وهذا جهاز فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها ثلاثة تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته وزوجها يقول علي رضي الله عنه أنه قال لفاطمة يوما والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري أي علي رضي الله عنه كان يصدق للناس ليأخذ مالا قال لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري معنى كان بطلا قويا إلا أنه أصابه التعب والجهد قال فقلت لفاطمة وقد جاء الله آباك بسبي فاذهبي فاستخدميه أي طلب منه عبدا يخدمنا فقالت فاطمة أيضا وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي أي أصاب يدها من كثرة التعب البثر الذي يخرج من اليدين عندما تعمل بهم كثيرا في طحن الرحى تقول وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي قال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك يا بنيا فقالت جئت لأسلم عليك واستحيت فاطمة أن تسأله ورجعت فقال لها علي ما فعلت قالت استحيت أن أسأله رضي الله عنها قال فأتيناه جميعا كلاهما علي ومع فاطمة يريد علي أن يشجع فاطمة وفاطمة أن تشجع علي كلاهما عنده الحياء فقال علي يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري وقالت فاطمة قد طحنت حتى مجلت يداي وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخذنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أعطيكما وأدع أهل الصف تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم كانوا في فقر شديد يحتاجون إلى الطعام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أدع أهل الصف تطوى بطونهم أي من شدة الجوع لا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعهم أي هذا السبيل وأنفق عليهم أثمانهم فرجع علي مع فاطمة فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل في قطيفتهما كما كنا إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما وإذا غطي أقدامهما تكشفت رؤوسهما فلما رأى علي وفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم ثار مسرعين أي من تحت هذا الغطاء فقال النبي مكانكما ثم قال ألا أخبركما بخير مما سألتماني أي من الخادم قال بلى قال كلمات علمنهن جبريل فقال تسبحان في ضبر كل صلاة عشرة وتحمدان عشرة وتكبران عشرة أي بعد كل صلاة وهذا هو الحد الأدنى في التكبير بعد الصلوات والتسبيح والتحميد في ذكر ختام الصلاة قال وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمد ثلاثا وثلاثين وكبر أربعا وثلاثين أي هذا قبل النوم فهو خير لكم من خادم ما معنى فهو خير لكم من خادم قال العلماء إما أن هذا الذكر يعين ويعطي القوة والطاقة على العمل ولا يجد المسلم المشقة إذا سبح وذكر الله في هذه الأذكار بعد الصلوات وقبل النوم وإما معنى ذلك أن الآخرة خير وأبقى أي أن تكسب الحسنات خير لك من أن تخدم في الدنيا والأول هو الأولى والله أعلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصيته كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته جميعا هكذا عاش صلى الله عليه وسلم وهذا كان مهر ابنته وهذا جهازها هكذا كانت تعيش مع زوجها هكذا كان يعلمها وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صلى الله عليه وسلم ثانية من زوجات علي رضي الله عنه بعد فاطمة كنا أنهما تزوج على فاطمة الثانية أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزة تكلمنا عنها أيضا لله الحمد والمنا في كتاب صحابيات في مدرسة النبوة أمها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا تزوجها علي رضي الله عنه في إمرت عمر بعد فاطمة وبقيت معه إلى أن استشهد رضي الله عنه فولدت له محمد ابن علي محمد الأوسط ثم تزوجها بعد استشهاد علي المغيرة ابن نوفا ابن الحارث ابن عبد المطالب فتوفيت عنده وولدت له يحيى وقيل لم تلد لا لعلي ولا للمغيرة فالله أعلم الثالثة أسماء ابن تعميس الخثعمية رضي الله عنها وتكلمنا عنها أيضا بشيء من التفصيل في كتاب صحابيات في مدرسة النبوة أسماء ابن تعميس من المهاجرات الأوائل أسلمت قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وهاجر بها زوجها جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار إلى الحبشة فولدت له هناك عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر وعون بن جعفر ثم بعد ذلك هاجرت معه إلى المدينة سنة سبع بعد فتح خيبة استشدت جعفر رضي الله عنه في سرية موتة ثم تزوج بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولدت له محمد بن أبي بكر في حجة الوداع ثم توفي الصديق فغسلته وتزوج بها علي يقال أيضا أنها ولدت لعلي يحيى وعونا وعاشت بعد استشهاد علي رضي الله عنها أمها خولة بن تعوف بن زهير الجراشية وقيل اسمها هند ولدت بنات من رجلين أي هند أو خول هذه منهن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم الفضل بنت الحارث كانت تحت العباس وسلم بنت عميس وكانت تحت حمزة ثم استشهد حمزة عنها يوم واحد تزوجها شدد بن الهاد رضي الله عنه فولدت له عبد الله بن شداد أسماء بنت عميس أيضا أختهن لأمهن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأخوات الصالحات قال عنهن الأخوات المؤمنات رضي الله عنهن الرابعة من زوجات علي رضي الله عنه الحنفية وهي أم محمد بن الحنفية بن علي رضي الله عنه وهي من بني حنيفة وهي خولة بنت جعفر بن قيس من بني بكر بن وائل سباها خالد رضي الله عنه أيام الصديق في حروب الردة من بني حنيفة فصارت إلى علي رضي الله عنه فولدت له ابنه محمد الأكبر فهو محمد بن الحنفية ومحمد بن الحنفية سمي بذلك نسبة إلى أمه الحنفية تمييزا له عن أبناء علي رضي الله عنه من فاطمة محمد بن الحنفية من الشيع من يدعي فيه الإمام والعصمة قبحهم الله وقد كان من سادات المسلمين ولكنه ليس بمعصوم ولا أبوه معصوم رضي الله عنهم أجمعين ومحمد بن الحنفية ليس أفضل من أبيه لا شك كما عند بعض الشيعة يعتقدون ذلك وليس هو أبوه علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين الخامسة أم البنين بنت حزام الكلابية ولدت له العباس وجعفرا وعبد الله وعثمان وقد قتل هؤلاء مع أخيهم الحسين رضي الله عنهم أجمعين بكربلاء الساجسة ليلى بنت مسعود بن خالد من بني تمين ولدت له عبيض الله بن علي وأبا بكر وقيل أنهم قتل أيضا بكربلاء مع الحسين وقيل غير ذلك والله أعلم السابعة أم حبيب بن تربيعة التغلبية وقيل له أم ولد من السابية أيضا سباها خالد بن الوليد من بني تغلب والله أعلم ولدت له عمر بن علي ورقية بن تعلي الثامنة أم سعيد بن تعرو بن مسعود بن الثقافية الصحابي رضي الله عنه ولدت له أم الحسن ورملة الكبرى التاسعة ابنة إمرئ القيس الكلبية ولدت له جارية وخيلة لم تلد له فالله أعلم كان لعلي رضي الله عنه أولاد كثر آخرون من أمهات شتى فإنه مات عن أربع نسوة وتسع عشر سرية رضي الله عنه فمن أولاده رضي الله عنه ممن لا يعرف أسماء أمهاتهم أم هانئ بن تعلي وميمونة من تعلي وزينب الصغرى ورملة الصغرى وأم خلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم جعفر وأم سلمة وجمانة ونفيسة قال ابن جرير فجميع ولد علي أربعة عشر ذكرا وسبع عشرة أنثى فالله أعلم قال الوقدي وإنما كان النسل من خمسة أي أبناء علي بعد ذلك الذين أنجابوا وتكاثرهم خمسة وهم الحسن بن علي والحسين بن علي ومحمد بن الحنفية والعباس بن الكلابية وعمر بن التغلبية رضي الله عنهم أجمعين إذن هؤلاء الخمسة هم الذين عاش أبناؤهم بعد ذلك وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم ثانيا من فضائل علي بن أبي طالب أبي الحسن رضي الله عنه علي رضي الله عنه كما قال الحافظ في الفتح قال الإمام أحمد وإسماعيل القاد والإمام النسائي وأبو علي النيسابوري قال لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي رضي الله عنه قال الحافظ وكأن السبب في ذلك أنه تأخر أي عاش طويلا بعد الصحابة الثلاثة الأوائل بعد أبي بكر وعمر عثمان قال ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خرج عليه فكان ذلك سببا لانتشار مناقبه من كثرة ما كان من الصحابة ردا على من خالفه فكان الناس طائفتين قال لكن المبتدع قليلة جدا ثم كان من أمر علي ما كان فنجم الطائفة أخرى حاربوه ثم اشتد الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر السنة ووافقهم الخوارج على بغضه وزادوا حتى كفروه رضي الله عنه مضموما ذلك منهم إلى عثمان فصار الناس في حق علي ثلاثة أهل سنة والمبتدع من الخوارج والمحاربين له من بني ومية وأتباعهم فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف ذلك قال الحافظ وإلا فالذي في نفس الأمر أن لكل من الأربع من الفضائل ما إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلا أي في فضل هؤلاء وترتيبهم والله أعلم المطلب الأول في فضائل علي رضي الله عنه الهجرة المباركة علي رضي الله عنه يخادع المشركين ويؤدي الأمانات أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يتخلف بمكة حتى يؤدي الأمانات والودائع التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقام علي ثلاثة ليال وأيامها حتى أدى عن النبي صلى الله عليه وسلم الودائع حتى إذا فرغ من أداء الأمانات لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم شرى علي نفسه أي باع نفسه ولبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ونام مكانه وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يريدون أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم ألبس علي وبرده ونام علي على فراشه المطلب الثاني جهاده رضي الله عنه جهاد علي مهروف يوم بدرة وأحد والأحزاب وخيبر وغيرها قتل شيبة بن ربيع في بدر وعمر بن عبد ود يوم الأحزاب ومرحبا اليهودي يوم خيبر وغيرهم الكثير كان اللواء بيده في كثير من المشاهد وكان أميرا على بعض الصرايا وانتصر فيها كلها رضي الله عنه أولا في غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي والأبي بكر يوم بدر مع أحدكم جبريل ومع الآخر ميكائيل وإصرافيل رضي الله عن أبي بكر وعلي يقول علي رضي الله عنه أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة أي في قصة مبارزة يوم بدر ونزلت فيهم هذان خصمان اقتصموا في ربهم قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث مع شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة علي رضي الله عنه قتل شيبة بن ربيعة وقتل حمزة عتبة واختلف بين الوليد وبين أبي عبيدة أو عبيدة بن الحارث ضربتان ثم قام حمزة وعلي فأجهز على الوليين وحمل أبا عبيدة أو عبيدة بن الحارث فاستشهد وهم في مرجعهم من بدر ولله الحمد والمنى ثانيا غزوة أحد لم يفر علي رضي الله عنه يوم أحد يقول علي لما انجل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد نظرت في القتل قال فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت والله ما كان ليفر وما أراه في القتل قال ولكن أرى الله غضب علينا بما صنعنا أي بعدما تركوا أرض المعركة كما تكلمنا عن ذلك في غزوة أحد قال ولكن أرى غضب الله علينا بما صنعنا فرفع نبيه صلى الله عليه وسلم فما في خير من أن أقاتل حتى أقتل قال فكسرت جفن سيف أي المكان الذي يغمت فيه السيف قال كسرته ثم حملت على القوم فأفرجوا لي فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي رضي الله عنه لفاطمة هاكي السيف حميدا فإنها قد شفتني أي يوم أحد قاتل رضي الله عنه حتى شفته ضربا وقتلا في المشركين يوم أحد رضي الله عنه ثالثا غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق في غزوة الخندق قتل علي رضي الله عنه عمر ابن عبدود يقول ابن سحاق قال علي رضي الله عنه في ذلك كما قيل وهو يقاتل ويقتل عمر ابن عبدود نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصوابي فصددت حين تركته متجدلا كالجزعي كالحلوان المذبوح كالجزع بين دكادك وروابي أي في هذا المكان لا تحسبن الله خازل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب الله أعلم هل قالها علي أم قيلت في علي رضي الله عنه على لسانه فالله أعلم المهم أنه قتل عمر ابن عبدود يوم الخندق كذلك في غزوة خيبر أسد خيبر علي رضي الله عنه يقول سهل بن سعد رضي الله عنه وأبو هرير رضي الله عنه دخل حديث بعضهم في بعض قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطينا هذه الرأية أي رأية النبي صلى الله عليه وسلم غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يريد أن يعطاها أيهم يعطاها فقال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ قال فتساورت لها رجاء أدعى لها أي أنا أخذ الرأية لقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فلما أصبح الناس قدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه أصابه رمض في عينيه وقال أرسلوا إليه فأتي به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم من ريقه من فمه الشريف في عيني علي رضي الله عنه ودعا له فبرأ حتى كأنه لم يكن به وجع قال علي ما رميت ولا صدعت منذ مسح الرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وتفل في عيني يوم خيبر وقال صلى الله عليه وسلم عن علي أيضا بعدما تفل في وجهه ودعا له قال اللهم أذهب عنه الحر والبرد قال علي فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ فكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف أي هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الراية وقال له امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليه قال فصار علي شيئا ثم وقف لم يلتفت يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي قال له لا تلتفت فلم يلتفت هكذا قال فصرخ وهو لم يلتفت يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس أي في خيبر قال علي أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك أي تمهل حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه قال فالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر نعم أي هذه الجمال الجميلة غالية الثمن قال ففتح الله على يديه المطلب الثالث فضائل أخرى كثيرة لعلي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه الذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أننا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب عليا ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحب المؤمنين جميعا ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اجمعنا بهم مع نبيك صلى الله عليه وسلم ووالدينا في الفردوس الأعلى اللهم أمين وقاتل الله الروافض الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسبونهم وقاتل الله هؤلاء النواصب الذين يبغضون عليا وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم سلمة قالت أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله يقول أبو عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة قال فقالت لي أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم كلت معاذ الله أو كلت سبحان الله كيف يسب فينا قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سب علي فقد سبني كذلك عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك فقالت فاطمة رضي الله عنها كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي أي وقت الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة انظر أين هو قال فجاء فقال يا رسول الله وفي المسجد راقد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى علي وهو مضجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه الطراب أي الطراب الذي يكون في الجو في الصحراء من الرمال وغير ذلك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عنه الطراب ويقول كم أبا طراب كم أبا طراب إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لا أبو طراب وإن كان ليفرح أن يدعى بها وما سماه بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سعد بن أبي وقاس قال أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا طراب أي عليا فقال سعد يريد أن يبين فضله لمعاوية قال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم أي هذه الجمال عظيمة الثمن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه يغزو التبوك فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي قال وسمعته يقول يوم خيبر لو اعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولن لها أي سعد وكل الصحابة قال ادعوا لي علي فأتي به أرمد كما مر معنا أصابه مرض في عينه فبسق في عينيه ودفع إليه الراية ففتح الله عليه قال سعد ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعى أبناءنا وأبناءكم قال فدعى النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي في رواية زاد سعد قال وقال النبي من كنت مولاه فعلي مولاه وعن علي قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم أنا نائم على المنام أي في مكان قال فاستسقى الحسن أو الحسين فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شات لنا بكي فحلبها فضرت أي أراد الحسن أو الحسين أن يشرب لبن فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاه قليلة اللبن فحلبها فضرت فنزل منها لبن كثير فجاء الحسن فنحاه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة يا رسول الله كأنه أحبهما إليك قال لا ولكنه استسقى قبله أي النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للذي استسقى أولا ثم قال لفاطمة إني وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة الله النبي صلى الله عليه وسلم معه فاطمة معه علي معه الحسن والحسين في مكان واحد في الفردوس الأعلى يوم القيامة اللهم اجمعنا به موالدين والمسلمين اللهم أمين والأم سلمة رضي الله عنها قالت جلل النبي صلى الله عليه وسلم أي بردائه على الحسن والحسين وعلي وفاطمة بهذا الرداء أو الكساء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأ اللهم هؤلاء أهل بيت وخاصة أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت أم سلم أمنا وأنا معهم يا رسول الله قال إنك إلى خير ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كذلك قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما وعن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فأنه أحرى أن يتبين لك القضاء أي تسمع من الاثنين لا يجوز أن نسمع من واحد فقط قال فما زلت قاضيا قال وما شككت في قضاء بعد رضي الله عنه علي كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي كذلك زيد بن أرقم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين الراوي عنه ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل أي عقيل بن أبي طالب وآل جعفر وآل عباس فقال حسين كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم وعن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع ونزل غدير خم أي مكان يسمى خم أمر بدوحات فكممنا أي تحت شجرة عظيمة أو شجر عظيم فتم الكنس تحت هذه الشجرة قال ثم قال كأني قد دعيت فأجبت أي هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني قد دعيت فأجبت إني قد طرقت فيكم الثقلين أحدهم أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفون فيهما فإنهم لن يتفرقا حتى يريد على الحوض ثم قال إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال من كنت وليه فهذا وليه اللهم والي من ولاه وعادي من عداه إذن شرف كبير لعلي رضي الله عنه أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم اللهم والي من ولاه وعادي من عداه كذلك قال البراء بن عاذ بن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني وأنا منك كذلك قال عمران بن حسين قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السرية فأصاب جارية أي أصاب جارية من هذه السرية قال فأنكروا عليه قال وتعاقد أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما صنع علي وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم قال فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الثالث فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الرابع فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يعرف في وجهه الغضب قال ما تريدون من علي ما تريدون من علي ما تريدون من علي إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي رضي الله عن علي ما هذا الشرف يا أبا الحسن رضي الله عنك وعن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عمرو ابن شائس الأسلمي خرجت مع علي إلى اليمن فجافاني في سفر أي حدث خلاف بينهما قال حتى وجدت في نفسي عليه أي غضب منه وحزن منه قال فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت المسجد ذات غداة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في أناس من أصحابه قال فلما رآني أبدني عينيه يقول أي حدد إلي النظر قال حتى إذا جلست قال يا عمر والله لقد آذيتني قال فقلت أعوذ بالله أن أذيك يا رسول الله أعوذ بالله أن أذيك يا رسول الله قال بلى من آذ علي فقد أذاني كذلك في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة تشتق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان أي سلمان الفارسي رضي الله عنهم يقول أيضا أبو سعيد خدري اشتك علي للناس أي أن الناس اشتكوا عليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه لأخيشن في ذات الله أو قال في سبيل الله أي ربما وجدتم منه شدة إنما هذه الشدة في سبيل الله رضي الله عنه عليا يقول النبي صلى الله عليه وسلم له يا علي إن لك كنزا من الجنة وإنك لذو قرنيها الجنة فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة كذلك قال أبو سعيد خدري كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علينا من بعض بيوت نسائه فقال فكمنا معه فانقطعت نعله قال فتخلف علي يخصفها أي يخصف النعلة أي يضبطها ويصلحها فمضى النبي صلى الله عليه وسلم ومضينا معه ثم قام ينتظره وكمنا معه فقال إن منكم من يقاتل على تأويل هذا الكرآن كما قاتلت أي أنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قاتلت على تنزيله قال فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر فقال لا ولكنه خاصف النعلة فجئنا إلى علي نبشره قال وكأنه قان قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي رضي الله عنه كنت شاكيا فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا يقول اللهم إن كان أجل قد حضر فأرحني وإن كان متأخرا فارفعني وإن كان بلاء فصبرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال فأعاد عليه ما قال فضربه النبي برجله وقال اللهم شفه اللهم عافه قال ثم قال له النبي كم قال فكمت فما أعاد لي ذلك الوجع بعده رضي الله عن علي بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليك ورضي الله عن علي وآل بيتك وأصحابك أجمعين يقول علي رضي الله عنه في قصة وفاة أبي طالب عمه أي عم النبي صلى الله عليه وسلم ووالد علي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني قالت فذهبت فواريته فأمرني فاختسلت ثم دعا لي بدعوات كأن النبي يطيب خاطره قال ما أحب أن لي بهن ما عرض من شيء أي من كل الدنيا كذلك يقول سعد بن عبيدة جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان قال فذكر عن محاسن عمله قال لعل ذاك يسوق أي هكذا يقوله ابن عمر يبدو أن الرجل كان من الخوارج الذين كفروا عثمان وكفروا عليا فقال الرجل نعم فقال ابن عمر فأرغم الله بأنفك ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله ثم قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قال له لعل ذاك يسوق قال أجل قال فأرغم الله بأنفك انطلط فاجهد علي جهدك كذلك يقول ابن عمر كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله خير الناس ثم أبو بكر ثم عمر قال ولقد اوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وولدت له قال سد الأبواب إلا بابه في المسجد أي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب لعلي وباب لأبي بكر على الصحيح والله اعلم قال واعطاه الراية يوم خيبر يقول عمر رضي الله عنه اقرأنا ابي واقضان علي اي كما ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه ودعا له كذلك يقول ابن عباس اذا حدثنا ثقة عن علي بفتية لا نعدوها اي ان عليا كان من افقه الناس رضي الله عنه استشهاده رضي الله عنه علينا ان نفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بشره باستشهاده بابه وامي صلى الله عليه وسلم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك اي هذا الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فما عليك الا نبي او صديق او شهيد قال ابو هريرة وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاس رضي الله عنهم اجمعين. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء ما منهم الا صديق او شهيد رضي الله عنهم. وفي حديث اخر بشر النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاده بطريقة مباشرة. وذلك في غزوة ذي العشيرة. النبي صلى الله عليه وسلم موقف على علي بن ابي طالب وعمار بن ياسر وكان نائمين في غزوة ذي العشيرة. وكان قد اصابهم الطراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا ابا طراب. اذا كناه النبي صلى الله عليه سلم بابي طراب كما مر معنى في خصائصه وفضائله رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار مع علي. الا احدثكما باشقى الناس رجلين. قال كن بلى يا رسول الله. قال احيمر ثمود الذي عقر الناقة. اي الذي قتل الناقة التي ارسله الله ايه الى قوم ثمود والى نبيهم صالح عليه السلام. هذا احد الرجلين اشقى رجلين في الدنيا. الذي عقر الناقة. قال والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه. اي يضربه على قرنه. حتى تبل منه هذه اي يعني لحيته. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر ان علي يقتل شهيدا ويضرب على قرنه فتبتل لحيته. وهذا من بشارات النبي صلى الله عليه وسلم التي وعاها علي رضي الله عنه جيدا. لذلك يقول ابو سنان الدؤلي. قال انه عاد عليا رضي الله عنه في شكوة اشتكاها اي كان مريضا علي. فذهب اليه ابو سنان الدؤلي يزوره. قال فقلت له لقد تخوفن عليك يا ابا الحسن في شكواك هذا. قال ولكني والله ما تخوفت على نفسي منه. لاني سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول انك ستضرب ضربة ها هنا وضربة ها هنا يعني صدغيه. قال نبي صلى الله عليه وسلم فيسيل دمها حتى يخضب لحيتك ويكون صاحبها اشقاها كما كان عاقر الناقة اشقى ثمود. اذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر عليا ووعاه علي رضي الله عنه في حياته كلها. قتله احد الخوارج وهو عبد الرحمن ابن عمر. المعروف بابن ملجم الحمياري ثم الكندين. حليف بني جبل من كندة وهو مصري. ومات رضي الله عنه وصلى عليه ابنه الحسن. ودفن في الكوفة خوفا عليه من الخوارج ان ينبشوا عن جثته دفن بدار الامارة. هذا هو المشهور على الصحيح. وما قيل من اقوال الدلال واهل البدع والضلال والشيعة وغيرهم. انه ذهب جسده فلا يضر اين ذهبت. فهذا كذب وتكلف ولا يسيغه عقل ولا شرع. ولم يأتي به خبر صحيح عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة الذين كانوا يرافقون عليا رضي الله عنه. عن عاصم ابن ضمرة قال قلت للحسن ابن علي. ان الشيعة يزعمون ان عليا يرجعوا. اي سيرجعوا بعد ذلك. فقال كذب اولئك الكذابون. لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه اي من بعده. ولا قسمنا مراثه. هذا قول الحسن ابن علي رضي الله عنه. هذه الرواية رواها الامام احمد. وقال الهيثمي اسناده جيد. وصححه احمد شاكر. وكذلك شعيب الارنأوت رحم الله الجميع. قال الحافظ في الاصابة. وكان قتل علي في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة اربعين من الهجرة. ومدة خلافته خمس سنين الا ثلاثة اشهر ونصف شهر. لانه بويع بعد قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين. وكانت وقعة الجمل في جمادة سنة ست وثلاثين. ووقعة صفين في سنة سبع وثلاثين. ووقعة النهروان مع الخوارج في سنة ثمان وثلاثين. قال ثم اقام سنتين يحرد على قتال البغاء. فلم يتهيأ ذلك الى ان مات رضي الله عنه. واسأل الله ان يجعلنا من يستمعون القول فاتبعونا احسنة. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقين عذاب النار. اللهم انا مغلوبون فانتصر لنا انت حسبونا ونعم الوكيل. ربنا اقفر لنا والولدينا والمؤمنين. والحمد لله رب العالمين.